ونكلمك يوم المباراة بإذن الله في حاجة تانية وهي بممكن تتعامل بسرعة عشان أخد فاصل بدل ممكن تذكرة موسمية للجمهور يعني مش شرط يبالك كبينة بص انت فتحت الباب ده يتعامل فيه كتير عندك بطاقات موسمية يعني إيه يعني عضاء الجامعان الموين في نادي الأيراني زمالك فيه ناس قادرين ده بيساند النادي لو فيه جماهير مش أعضاء بيتم إيجارها من استاد القاهرة بيبقى فيه استفادة سلاسية وبتدخل على فكرة انت ممكن تعملها لحد VVVIP انت فاهمني يعني هتمشيها درجات عدنا شهر في كتر كان نفسي ألاقي مدرين الاستادات موجودين بيشوفوا الموضوع وبيتابعوه انا يريدت خش فيشوف فيديوهاتي من هناك اتعامل على أعلى مستوى ويروحوا نهاية أوروبا ويروحوا نهاية أوروبا ويروحوا يشوفوا الاستادات الحتة دي مهمة جدا انت كلمتلي في كل حاجة انت هتخش الانتخابات اللي جاية انت هاي المناسبة يا الموضوع ده ما انا افتكرت ازاي ما اسألكش سؤال زي ده لسه ما ان شاء الله موضوع الانتخابات اللي جاية دي فوجيت بحاجات فوق مستوى البشر وأسوأ انتخابات في تاريخ انا شايف مصر ده ولا واحد من القيبة بتاعتكم نجح ولا واحد وجايبين 17000 صوت وما دخلناش ورقنا وتسعة تلاف صوت بات سيبك من اللي فات انا بكلمك في اللي جاي ايو ماشي ما فيه مكاومات ان شاء الله لو فيه مكاومات وفيه ناس من أعضاء الجامعية بيكلموا معايا وفيه عندي كاما اجتماع الفترة اللي جاية ثلاثة اربع اجتماعات مستحيل تبقاعد معايا ومش واخد قرار انا بقولك هو فيه ناس قاعدة بمكاومات انت واخد قرار ان انت تدخل ولا لا انا نكون شاء الله بنسبة كبيرة بإذن الله نتزة مالك احنا دخلت في 2014 جبت 8600 صوت اعلى واحد من كمال درويش ومرتده وكل رؤساء وما فيهم احمد جلال اللي هو بيقوله اعلى الاصوات في كل الناس في 2014 امكان مرتده منصور جاب 5000 وشوية كمال درويش ربعة اعلى نسبة اصوات اللي بعديها في العضوية فريقا 3000 صوت فعند الحمد لله يعني رسيدة عند الناس يعني داخل في 2017 جايب حوالي 15000 صوت ومرحش النادي جر مرة واحدة في 22 دخلت مرتين النادي وما فيش مؤتمر وما فيش حاجة وراءنا ما دخلش كل حاجات دي ليه اعتبار مع الناس اللي هعود اللي هم موردين ليك الناس اللي محترمة يعني داخل لسه انا بقولك ليك سهعود اللي هم مقاومات مقاومة لان الانتخابات اللي جاية انا مش هازر مع اي حد في مصر يعني النسب اكثر من خاسي ربنا سهلا نشوف بالنسبة كبيرة بالنسبة كبيرة بالنسبة كبيرة داخل شكله كده اكتر كتير لا مش شكله اكتر بس الانتخابات المرة الجاية بصها كابتو مصطفى الانتخابات المرة اللي جاية وانا فاكر لما انت دخلت في سبعتاشر وجيت عملنا مع بعض حلقة بصارة الدنيا بصارة الدنيا وما لسه بقول له الحلقة وتعزي يجيب له سريطة النهار ده احنا اولاد النهار ده انت عطفه لشو بتدي حلقة كده ناخد اللقضة بس بعد الفصل مستمر